السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المهد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز الثاني الجزء رقم 10 من الفصل الثامن مواصلين الحديث عن تصنيف الصلب تبقى لإهتمامات مختلفة آخر شيء هو تبقى لـ AISI تبقى للسطندر الأمريكي فإن الصلب يقسم كما نرى يمكن أن يكون الكاربون ستيل وتبقى أرقامه 10XX, 11XX, 12XX, 15XX وهذا يكون بلان كاربون ستيل أي أن نسبة المنجريس أيضاً فيه حوالي 1% وبلان كاربون ستيل أي لا يوجد فيه إضافات أخرى حيث أنه يعتبر صورة بسيطة من صور الصلب 13XX و 13XX يسمى منجنيز ستيل ويكون نسبة المنجنيز حوالي 1.5% 23XX أو 25XX وده تعتبر نيكل ستيل وده بيبقى نسبة النيكل في 23 حوالي 3.5% وفي 25 حوالي 5% نيكل أما 31X و 32XX و 33 و 34 ده تسمى نيكل كروم ستيل أما النوع الأول اللي هو ال 31 تكون نسبة النيكل فيه 1.4 والكروم من 65% لـ 18% أما النوع الثاني اللي هو 32 يكون النيكل فيه 1.5% والكروم 1.7% أما 33 تكون نسبة النيكل فيه 3.5% والكروم من 1.5% لـ 1.5% أما النوع الأخير من النيكل كروم ستيل فيكون النيكل فيه 3% والكروم 77% أما الموليبدنم ستيل فيكون رمزه 40XX و 44XX حيث أن الموليبدنم يكون في النوع الأول اللي هو 40XX 3 من 10% من النيبدنم إلى 25 من 100% أما النوع الثاني فده يكون نسبة الموليبدنم 4 من 10 لـ 52 من 100% كربون أما النوع الكروم موليبدنم من ستيل فده اسمه أو رمزه بيكون 41XX حيث أنه بيكون فيه الكروم من نص أو 5 من 10 لـ 95% والموليبدنم من 12 من 100 لـ 3 من 10% أما النوع الأخير اللي هو النيكل كروم اللي هو رمزه 4... 4... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 4... النيكل 1 و 82 من 100 كروم من 5 من 10 لـ 8 من 10 في المية موليبدنم 25 من 100 أما النوع الثاني اللي هو 47XX فيكون النيكل فيه 1 و 5 من 100 الكروم 45 من 100 والموليبدنم من 2 من 10 لـ 35 من 100 ويوجد أيضا نوع آخر اسمه 92XX ده بيبقى اسمه عبارة عن سيليكون منجانيز ستيل وده بيكون فيه سيليكون 1 و 4 من 10 لـ 2 من 100 قصد لـ 2% 2% عفوا منجانيز من 65 لـ 85 في المية وكروم حتى 65 من 100 أما النوع الأخير اللي هو نيكل كروم موليبدنم ناستيل فإنه يحتوي على أو مسمى بـ 93XX ويكون فيه نيكل 3 و 4 في المية كروم 1 و 2 من 10 موليبدنم 12 من 100 أما النوع المسمى أو اللي رمزه 24XX بيكون النيكل فيه 45% كروم 4 من 10 موليبدنم 12% أما النوع 27XX بيكون النيكل فيه 55% والكروم 2 من 10% والموليبدنم 2 من 10% أما النوع الأخير اللي هو 98XX فبيكون النيكل فيه 1% والكروم 8 من 10 عفوا والموليبدنم 25 من 100 أما الأنواع الأخرى اللي هي مثلا النيكل موليبدنم ستيل فيكون فيه اللي هو 46XX بيكون النيكل فيه 85 إلى 81% والموليبدنم 12 من 10 إلى 25% نسبة مقاوية أما النوع الثاني منه اللي هو 48XX بيكون النيكل فيه 3.5 والموليبدنم 25 من 100 أما الكروم يامستيل فبيكون اللي هو اسمه رمزه 50XX ده بيكون الكروم فيه 27 من 100 و 65 من 100 أما ال51 فبيكون الكروم 8 من 10% و 1 و 5 من 100% أما 50X فبيكون نسبة الكروم فيه 0.5% و نسبة الكربون 1% على الأقل أما 51 تكون نسبة الكروم 1 و 2 من 10% 2 من 100% وأيضا 1% كربون على الأقل أما 52 تلاتة X فيكون كروم 1 و 45 من 100% والكربون أيضا 1% وهكذا الكروم يام والفناديام ستيل والتنجستان والكروم يام والنيكل والكروم يام والإبدا من ستيل والسلك الماغنينزم ستيل والنيكل والكروم كما أسلفنا فيه أو كما أوضحنا فيه أسلف طيب أول رقم في الحقيقة بيعبر عن الكربون ستيل لما قلنا الأرقام الأولين طيب وماذا بعد؟ قال أن الأربع أرقام معناها أن فيه عنصر زي النيكل زي النيكل كروم زي المليب دمانستيل زي الكروميان زي الكروميان بناديام وهكذا طيب قال لك لكن الرقم الثاني هو عبارة عن إيه؟ الرقم الثاني عبارة عن عنصر الأساسي نسبته أديه أما الرقم الأخير فهو يعبر عن نسبة الكربون أو تركيز الكربون مثال إجزامبل قدامنا لو عندي رقم إيه وعشرة اثنين من عشر أول رقم بيقول أنه عبارة عن بلين كربون ستيل هذا رقم واحد معناها أنه بلين كربون ستيل طيب الرقم الثاني اللي هو سفر قال لك ده بيقول أن النوع يعني وفيش أي عناصر تسابقية طيب الرقمين التانيين اللي هو الرقم الأولاني اللي هو رقم أربعة بيقول أنه عندي إيه نيكل كروم لابدنوم الويستي تمام طيب رقمين الأخرانيين أو last two digits نعم قال لك أنه عندي نسبة كربون حوالي أربعة من عشرة في المئة